بسم الله ده اول فيديو في مراجعة منهج الفيزياء عشان متقدم الفصل التاني المراجعة هتكون عبارة عن ايه هنشوف ايه الافكار اللي عايزنا نركز عليها في الهيكل وزاي ما قلنا عشان هو جايب لنا في الهيكل هنا مش جايب لنا امثلة او تمارين موجودة في الكتاب فيجلنا زيها في الامتحان فلازم نكون فهمين الفكرة وهنراجع عليها ازاي هنراجع عليها في صورة امتحان هنشوف الاسئلة وازاي نحلها امتحان الكتروني وامتحان ورقي عشان نعرف برضو الورقي نركز في الحل فيه على ايه بالزبط طيب الوحدة الاولى وحدة الصوت هيجي عليها كام سؤال هيجي عليها اربع اسئلة تلات اسئلة MCQ الكتروني وسؤال واحد ورقي طيب تعالوا نشوف ايه الافكار اللي عايزنا نركز عليها في وحدة الصوت اول سؤال او اول فكرة عايزنا نركز عليها Define loudness and related to the amplitude of a sound wave يعني عايز نعرف شدة الصوت وايه علاقتها بالسعة بتاعة موجة الصوت فزي ما شايفين هنا بيبقى مكتوب يعني زي ما مذكور في الكتاب فانت تبقى فاهم الفكرة لكن السؤال هيجي لك ازاي ما فيش مثال على كده طيب تاني حاجة ان انت تعرف ايه هو تأسير دوبلر تالت حاجة relate the wavelength مع ال speed of a sound wave by the equation انت تكون عارف المعادلة بتاعة السرعة وعلاقتها بالطول الموجي والتردد السؤال اللي هيجي لك في الورقي هيكون على تأسير دوبلر انت تستخدم معادلة دوبلر وحاولوا تحلوا المسألة المسال رقم واحد والتطبيقات اللي تحتيه هيجي لكم مسألة منها في الورقي وفي الامتحان انا جايب المسال عليه طيب تعالوا نشوف الامتحان اول حاجة لامتحان الورقي تعالوا نشوف الافكار اللي فيه ونبدأ نحلها اول سؤال بيقول لي ايه اذا كان الطول الموجي للموجات الصوتية التي تطلقها الخفافيش يساوي تلاتة ونص خلي بالك من الوحدة ملي متر فكم يبلغ تردد الصوت في الهواء فهو هتلاقيه في اول الامتحان جايب لك ان سرعة الصوت في الهواء بتلتمية تلاتة واربعين متر على الثانية استخدمها ان لزم الامر طيب فهو هنا مش مديني سرعة الصوت انا المفروض المعادلة بتاعت السرعة بتساوي ايه ال V بتساوي لندا في F هو طالب مني ايه تردد الصوت يبقى ال F بتساوي V على لندا ال V مش مدهاني لكن انا عارف سرعة الصوت في الهواء تلتمية تلاتة واربعين وخلي بالك اللندا لازم بالمتر وبالتالي عشان معوض بسرعة الصوت بمتر على الثانية فلازم اللندا تبقى بالمتر فالتلاتة ونص من اللي بحولها المتر ازاي عشرة السالب تلاتة حدد مقدار الزيادة في ضغط الصوت لو رجعنا الفيديوهات الشرح كنت شرح فيها الجزء ده بالتفصيل طيب بجيب الزيادة في ضغط الصوت ازاي كل عشرين ديسابل بيزود لضغط الصوت عشر اضعاف طيب بحل المسائل دي ازاي بيقول لي في محادثة تجرى عند مستوى صوت يصل لستين ديسابل مقارنة بارك صوت مسموع اللي عايزك تعرفه في المسائلة دي انه ارك صوت مسموع او كلمة عتبة السمع اللي اتنين معناهم زيرو ديسابل فهو بيقول لي من ستين من زيرو ديسابل بستين ديسابل مستوى الضغط هيزيد قد ايه فبنحلها ازاي بطرح المستويين من بعض وطالما اقل لي عايز الزيادة في ضغط الصوت فانا عارف ان كل عشرين بيزيد عشرة فقاسم على عشرين هيدين ان هو زاد تلات عشرينات بقوم ايه عشرة قس عدد زيادة العشرينات دي يبقى هي دي الزيادة في مستوى الضغط هيبقى الف ضعف فرقة موسيقية تنشت بصوت تمانين ديسابل لمقام تقدر الزيادة في ضغط الصوت خلي بالك ضغط الصوت مش شدة الصوت طيب يبقى تمانين ديسابل عايزها الزيادة لما وصلت لمية ديسابل في مرة ولما وصلت لمية وعشرين ديسابل في مرة تانية فنفس الكلام مية ناقس تمانين بعشرين الضغط الصوت كل عشرين يبقى هي زادت عشرين هي واحدة يبقى عشر قس واحد اللي هي عشر مية وعشرين ناقس تمانين اللي هي اربعين على عشرين اتنين عشر قس اتنين اللي هي مية ضعف يبقى هيبقى الاختيار اللي هو عشر اضعاف ومية ضعف اللي هو الاختيار دي طيب كما هو موضح في الرسمة ادنى بتبتعد سيارة بسرعة اتنين وسبعين كيلو متر في الساعة عن صافرة انذار سابتة اذا كان تردد صوت صافرة الانذار هو ده فما تردد الصوت اللي يدركه السائق علما بان سرعة صوت سوي كذا طيب اي مسألة دوبلر هتجيلي بعد المقرى المسألة وافهم ان هي مسألة دوبلر من غير مقرى المسألة هرسم كورتين كورة عليها اس سورس المصدر وكورة عليها دي المراقب ودايما في اي حالة من الحالات في اي مسألة في الدنيا اكيد الصوت بيخرج من المصدر المرائب فده بيكون الاتجاه الموجب بتاعي ده قبل معرف اي حاجة في المسألة تعالوا نقرأ المسألة بتبتعد سيارة عن صافرة انذار سابتة اكيد صافرة الانذار هي المصدر فبيقول لي سابتة افهم من كده ان ال V S بزيرو وبتبتعد سيارة يعني بتمشي بعيد عنها ومديني سرعتها فقلنا بنحدد الاشارات ازاي الاتجاه بتاع الصوت هو ده الموجب فاي حاجة ماشي في نحيته موجب اي حاجة ماشي عكسه وتبقى سالب فال V D هنا هتبقى بالموجب وخلي بالك مديني 72 كيلو متر على الساعة انا بعوض بسرعة الصوت ب343 متر على الثانية يبقى لازم احول اي سرعة على المتر على الثانية احول 72 كيلو لمتر ازاي هضرف 10 از 3 والساعة اللي تحت دي هحولها لسانية ازاي هضرف 3600 يبقى انا كده حولت السرعة بتاعة المراقب لمتر على الثانية هضرب 72 في 10 از 3 على 3600 طيب هو عايز التردد اللي يدركه الصائق يبقى قانون دوبلر F D بيساوي F S في V نقص V D على V نقص V S ال V S بزيرو وال V D جبناها وال V ب343 وال F S مدهاني ب 657 يبقى اعوض واجيب الناتج بالهرتز يبقى نخلي بالنا التركاية اللي في المسألة ديت هي ان V D مدهاني بكيلو متر على الساعة فخلي بالك ما تعوضش بيع على طول لان هو يبقى حتطلك نواتك في الاختيارات طلغبتك طيب يجذب صوت بوك سيارة ما انتباه مراقب سابت فدي برضو مسألة دوبلر طيب تعالوا نشوف مراقب سابت افهم من كده ان V D بزيرو لو السيارة تقترب من المراقب بسرعة 60 كيلو متر على الساعة يبقى السيارة اللي هي المصدر بتقترب يبقى ماشى نحيته ومديني ال V S ب60 كيلو متر في الساعة فقلنا على طول عشان احولها المتر عشان احولها لساني ومديني ال F S فما تردد الصوت اللي يدركه المراقب يبقى مديني ال F S بخمسمية واثناشر هرتز ومديني ال V بسرعة الصوت في الهواء نقص ال V دي اللي هي بزيرو على ال V نقص ال V S اللي احنا حولناه اعوض واجيب الناتج ينتقل الصوت الصادر من بوك بسرعة 351 متر على الثانية في الهواء ومديني التردد فعايز الطول الموجي فهو هنا دي مش مسألة دبلر دي مسألة سرعة دي هو مديني السرعة بتاع الصوت يعني سرعة الموجة ومديني التردد وعايز الطول الموجي يبقى الطول الموجي بيساوي ال V على ال F ال V اللي هي 351 على التردد اللي هو 294 ويطلع لي بالمتر طيب مصدر تردده 800 هرتز يصدر موجات بطول موجي يبقى هو مديني التردد ب800 هرتز وموجات بطول موجي خلي بالك عشرة صمتي لازم احولها للمتر فبيقول للزمن بواحدة الثانية ما هو الزمن بواحدة الثانية لازل تحتاجوا هذه الموجات لتقطع مسافة واحد كيلو متر فانا من الاتنين دول هعرف اجيب سرعة الموجة هضرب اللندف F طيب وانا عارف ان اي سرعة في الدنيا بتساوي مسافة على زمن ولكن خلي بالك السرعة اللي انا بجيبها من هنا بمتر على الثانية فلازم المسافة اللي عوض بيها تكون بالمتر فالسرعة اللي انا هجيبها لما اضرب الاتنين دول فبعض هتساوي المسافة اللي هو عايزني احسب الزمن اللي هيمشي فيها اللي هي واحد كيلو متر ولكن حولها المتر فهتبقى بألف فهجيب الزمن ألف واقسم عليه الكلام ده طيب يستمع احمد الى موسيقى كلاسيكية تصدر من مكبرات صوت مسبتة في بركة سباحة الخاصة به لو وصلت لأذنه نغمة موسيقية ترددها 330 هرتز أثناء تواجده تحت الماء ما طول موجة الموجة الصوتية التي تصل الى اذن احمد يبقى خلي بالك احنا عندنا القانون اللي هو فيه بتساوي لندة في F ده قانون ايه ده قانون موجات عبارة عن ايه سرعة الموجة في الوسط يساوي طول الموجة في الوسط فتردده في الوسط طب أنا الوسط عندي هنا ايه مية لان هي وصلت لأذن أحمد هو فين أثناء تواجده تحت الماء فالفي اللي انا عوض عنها هنا مش بتلتمية تلاتة واربعين هو مدينا سرعة الصوت في المية 1493 هتساوي ايه هتساوي اللندة اللي هو طالبها في ال F هو بيقول لي اذا وصلت الى اذن والنغمة موسيقية تحت الماء يبقى ال F اللي هي 330 يبقى اللندة هتساوي 1493 على تلتمية وتلاتين وتطلع لي بالمتر ده كده حل اللي متحن الالكتروني حل اللي متحن الورقي هنركز فيه على شوية حاجات ايه هي انت ممكن تكون عارف المسألة وتمام التمام لك انت عشان متعود على الالكتروني فساعات اصلا بتحل المسألة على الالة الحزبة من غير ولا خطوات ولا اي حاجة فده هينقصك درجات كتير في الورقي ليه الورقي بيعتمد على ان انت لازم اول حاجة تكتب المعطيات عايزك تتعامل ان الراجل اللي هيصحح الورق ده كأنه مش فاهم المسألة وانت بتفهم هالوا واحدة واحدة فانت بتقول له ان انا قريت المسألة وعرفت ان المعطيات عندي كذا كذا والقانون اللي انا هحل بيه كذا كذا ده كل علماء الفيزياء متفقين عليه والتعويض من المعطيات اللي انا جبتها في القانون اللي انا كتبه هو دوت واخر حاجة تطلع له الناتج وما تنساش الواحدة يعني لو مسافة بالمتر لو تردد بالهرتز كل الحاجات دي عليها درجات فانت ممكن تطلع وتراجع الناتج النهائي تلاقيه صح ولكن في الاخر تلاقيك جايب مثلا المسألة من خمسة جايب واحد من خمسة ليه؟ عشان نسيت تكتب حاجة من الحاجات دي فخلي بالك طيب اول مسألة في الورقي دي ممكن تيجي في البونس اشمعنا؟ فيها فكرة شوي بيقول تستخدم سفينة موجات سونار بتردد 22 كيلو هرتز يبقى انا عندي سفينة بتستخدم سونار بتردد 22 كيلو هرتز طيب اذا كانت سرعة السوت في ماء البحر 1533 متر على الثانية فما مقدار التردد الذي يصل الى السفينة؟ بعد انعكاسه من حوت يتحرك مبتعد عن السفينة ومديني سرعة الحوت باربعة بوينت خمستاشر متر على الثانية نخلي بالنا هو طالب ايه؟ التردد الذي يصل الى السفينة يعني لو انا مسمي دي سفينة ودي حوت فهو عايز التردد اللي هيوصل للسفينة فالمسألة دي عبارة عن مسألتين في بعض ازاي الكلام ده؟ اول مسألة السفينة بتبعد تردد فبيوصل للحوت تردد مختلف عشان هو ماشي ده تأثير دوبلر بعد كده الحوت بيبقى هو المصدر لان ارتدت منه الموجات بعد كده السفينة هي اللي هتكون مراقب وهيوصل لها تردد معين هو ده اللي هو عايزه يبقى خلي بالك من مسألة دي اول حاجة السفينة بتبعد ترددات بعد كده بتخبط في الحوت وبترجع لها تاني فاول حالة السفينة كانت المصدر والحوت هو المراقب تاني حالة السفينة كانت المراقب والحوت هو المصدر طيب فبنقول ان الاف دي بيساوي الاف اس في الفي مقص الفي دي على في مقص الفي اس طيب تعالوا نحط الاشارات احنا قلنا بترسم دايما اتجاه الصوت من المصدر المراقب وده الاتجاه الموجات بتاعك الحوت هنا ماشي في نفس اتجاه الصوت يعني السرعة بتاعته بالموجب فلما نيجي نعوض ندين الاف اس هي ومدين الفي خلي بالك مش بتلتمائة تاتة واربعين دي سرعة الصوت في المية والفي دي بالموجب يعني هنعوض بها هي هيها عادي وهنا في الاخر بيقول لي افترض ان السفينة ساكنة فمعنى كده ان الفي اس بزيرو بزيرو فاعوض واجيب الناتج يبقى ده التردد كما هيوصل للحوت طيب بعد كده عايز التردد اللي هيوصل للسفينة بعد ان هكسم الحوت فالف اس عندي هيبقى مين برافو هيبقى الاف دي بتاعت الحوت اللي في المسألة الاولية بدأت تغبط فيه وترجع تاني فهو ده تردد المصدر وهشوف هنا هيوصل المرائب بكامل طيب في الفي اللي هي برضو 1533 خلي بالك بتاعت المية ناقص الفي دي السفينة كده كده ساكنة فبقت الفي دي هنا هي اللي بصفر وفي المية ناقص الفي اس تعاني شوف الحوت مازال مبتعد واحنا قلنا ان الاتجاه الموجب بتاعها هيبقى من المصدر للمرائب مين عند المصدر بقى الحوت ومين المرائب بقى السفينة فبقى الاتجاه الموجب بتاعي هو ده والحوت ماشي عكس الاتجاه فافهم من كده ان ال في اس هتبقى بالزبط بالسالب يبقى انا بحدد اتجاه اشارة السرعات على اساس ايه سرعة الصوت او اتجاه الصوت منين لفين هو ده الاتجاه الموجب بتاعي اي حاجة معاه موجب اي حاجة عكسه سالب فالفي اس هتبقى هنا بالسالب سالب في سالب بموجب وهطلع الاف دي في الاخر بالهيرتز فخلي بالكم الفكرة دي طيب في الشكل الموضح بيتحرك مصدر صوت اس بين المرائبين اي و بي بسرعة 18 متر على الثاني يعني هو مديني سرعة المصدر ومديني سرعة الصوت في الهواء لازم بفكرك تاني لازم تكتب المعطيات والقانون والتعويض يعني احنا هنا حلنا واختصرنا ولكن انت بتكتب الاف دي بيساوي في ناس في اس اه في دي على في ناس في اس وبعد كده في الخطوة اللي بعدها بتعوض وبعد كده في الخطوة اللي بعدها بتجيب الناتج وما تنساش الواحدة طيب بيقولي والمسافة بين خطين متتاليين لصدر الموجة كما يبدو المراكب بيه هو سبعة من عشر عايزك تعرف ان في اي رسمة من الرسومات دي المسافة ما بين خطين هو الطول الموجة وهو بيقولي هنا الطول الموجة كما يرى المراكب بيه وكل من المراكبين ساكن يعني في دي بزيرو طيب ما اتجاه حركة المصدر فده بيعتمد على معرفتك لتأثير دوبلر هو دوبلر بيقول ايه ان كلاما المراكب او المصدر يقربوا من بعض كلاما التردد اللي هيسمع المراكب هيكون اعلى طب هو ايه التردد في الرسمة دي التردد هو عدد الموجات اللي هتخبط في ودنك في الثانية فمين اللي هتخبط في موجات اكتر في الثانية ايه ولا بيه اكيد البي يبقى المصدر هنا بيتحرك في اتجاه البي طيب تاني حاجة ما طول موجة الصوت كما تبدو المراكب بي احنا عارفين ان القانون بتاع الموجات البي بتساوي لندة في اف فهو عايز طول سوري هو عايز طول موجة الصوت كما تبدو المراكب بيه وعايزك بس ترجم ان المسافة ما بين خطين هو مدهلك اصلا في المسألة خطين والتاليين كما يبدو المراكب بيه هو سبعة من عشرة فالتردد طول موجة كما يبدو المراكب بيه بسبعة من عشرة طيب تردد موجة الصوت كما يبدو المراكب بيه فانا عارف سرعة الصوت في الهواء وهو مديني اللمضة بتاعة البي هو كما يبدو المراكب بي فالتردد كما يراه المراكب بي هتبقى بكام التردد كما يراه المراكب بي هيبقى سرعة الصوت في الهواء خلي بالك ما تلخبطش ما تقوليش التمنتاشر ليه ده سرعة المصدر والقانون ده بتاع ايه بتاع موجات فهقسم السرعة اللي سرعة الموجة بتاعة الصوت على اللمضة اللي هي سبعة من عشر وهطلع التردد طيب تردد مصدر الصوت هيبقى عبارة عن ايه اللي احنا جبناه ده هو التردد كما يراه يراه المراكب يعني انا كده معايا الاف دي فهو عايز الاف اس ومديني الفي في الهواء تلتمية تلاتة واربعين ناقص الفي دي قال لي المراكب ساكن على الفي في الهواء اللي هي تلتمية تلاتة واربعين ناقص الفي اس اللي هي تمنتاشر واحنا قلنا ان المصدر والمرائب ده الاتجاه الموجب والمصدر بيتحرك في اتجاه المراكب يعني الفي اس بالموجب فهنعوض ونجيب احنا معايا الاف دي خلي بالك فهنعوض ونجيب تردد المصدر طيب افترض انك في سيارة تتحرك بسرعة خمسة عشرين متر عالثانية في اتجاه صفارة انذار فدي اللي احنا لسه اعلان يعني لو انت عندك قادي المصدر اللي هو صفارة الانذار وده اتجاه الصوت فالسيارة بتتحرك في اتجاه صفارة الانذار ومدين الفي اس واكيد صفارة الانذار دي سابتة فالفي اس بزيرو ومدين الفي دي بخمسة وعشرين وخلي بالك انها تبقى ماشية في عكس الاتجاه الموجب فالفي دي بسالب خمسة وعشرين متر عالثانية ومدين الفي فالف دي بيساوي الف اس في الفي نقص الفي دي على في نقص الفي اس مديني كل حاجة وعرفت الاشارة بتاعت الفي اس الاسور الفي دي هجيب الفي دي تتحرك سيارتين احدهما نحو الاخرى مباشرة سرعة الاولى تمانية وتمانين وسرعة التانية ستة وستين اول لما عرفت انها مسألة دوبلر رسمت كورتين اللي اتجاه الموجب وابدأ اشوف مين مصدر ومين مراقب بيقول لي يطلق سيارة سائق السيارة الاولى بوك سيارته بتردد اه ربعمية هرتز فمعنى كده ان السيارة الاولى هي المصدر اللي هي كان سرعتها كام تمانية وتمانين والسيارة التانية هو بيقول لي تتحرك احدهما نحو الاخرى يعني اتنين ماشيين عكس بعض فده هيبقى الفي دي اللي هي سرعته كامل ستة وستين تعال نشوف الاشارات ده ماشي في نفس اتجاه الصوت يبقى موجب ده ماشي عكس اتجاه الصوت يبقى سالب ايه التردد اللي هيسمعه سائق السيارة التانى يعني عايز الف دي ومديني الف اس بربعمية يبقى الف اس في الفي نقص الفي دي على الفي نقص الفي اس ومديني الفي ب343 اولى مش من دهلك انت بتعوض بيه ب343 عشان دي في الهوى يبقى مديني كل الحاجات دي وخلي بالي من الاشارات واعوض طب المطلوب التانى كم يصبح التردد الذي يسمعه السائق المذكور بعد ان تكتاز السيارتين بعضهما يعني ايه تكتاز السيارتين بعضهما يعني المصدر ده كمل في طريقه والمراكب كمل في طريقه طب هو الصوت رايح منين لفين اكيد رايح من المصدر للمراكب فهنا مين اللي هيختلف عندي اللي هيختلف عندي الاشارات ازاي الفي اس هنا بقيت عكس اتجاه الصوت فهتبقى بسالب 88 والفي دي بقيت ماشية في نفس اتجاه الصوت فبقيت بموجب 66 ونفس تردد المصدر ونفس سرعة الصوت في الهوى هجيب الاف دي فدي كده افكار مختلفة عن دوبلر ومسائل سرعة الصوت اللي بتسوي لندف اف يارب تكون الافكار كلها واضحة واشوفكوا على خير